مهم مبارح مع السيد الرئيس عفتاح السيسي طبعا في القاهرة وانا يمكن ليه هنا كلمتين بكررهم كل كامي يوم للمقيمين على ارض مصر الضيوف اللي موجودين عندنا لو سمحتوا حان الوقت انه اي حد ما عندوش بطاقة اقامة عليه التوجه الى ادارة الجوازات والهجرة والجنسية لابد لانه دا اولا احنا بنعمل حاليا الاجراءات الخاصة بالتحول الرقمي وتسهيل تعامل الاجانب المقيمين على ارض مصر مع مؤسسات الدولة المصرية من خلال بطاقة بطاقة ما حدش يتعامل مع اي حد بعد كده موجودش بطاقة البطاقة بطاقة الاقامة فاي حد النهاردة ما عندوش موفقش اوضاعه ما عندوش بطاقة اقامة لو سمحتوا توجهوا الى الجوازات عشان تعملوا الاجراءات عشان يسجلوا البيانات بتاعتكم وتاخد البطاقة بطاقة الهوية او بطاقة الاقامة للتعامل مع مؤسسات الدولة طيب فرضا 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 حد قالك والله انتهت المؤلة وما رحت الشاعة عملت البطاقة الاقامة في ادارة الجوازات والهجرة والجنسية ما فيش مصلحة ولا جهة ولا هيئة في مصر تتعامل معاك الدولة المصرية ومؤسستها تتعامل فقط مع حامل بطاقات الاقامة من الاجانب دول غير السياحة السياحة ملاش علاقة انا بتكلم على المقيم زي اللي احنا منعليهم ضيوف التسع مليون احنا منتكلم عليهم تسع مليون هل كلهم عمل بطاقات اقامة لا طيب فيه ناس منهم عملت نعم طيب اللي ما عملش بنقوله لو سمحت لازم تعمل بطاقة اقامة لو ما عملتش لن تحصل على اي خدمات من الدولة المصرية لن يكون اصلا هناك تعامل معاك ابدا من الدولة المصرية وبالتالي الدولة بعد كده لها حق تاخد اي اجراء تراه يحافظ على امنها القومي يبقى المصاحة الاولى الهدف الاولاني احنا بنعمل تحاول رقمي وبالتالي التحاول الرقمي للاجانب اللي هم موجودين على ارض مصر لازم يروح مصاحة الجوازات عشان اعرف تاخد بطاقة اقامة تعمل معانا تعمل مع كيس الدولة يعني فيه مهلة محددة لازم يتم هذا الامر قبل انتهاء المهلة المحددة بعد انتهاء المهلة لن يكون هناك ابدا اي تعامل مع اي اجنبي مقيم على ارض مصر الا من لديه بطاقة اقامة نقطة وكل يوم التاني هرجع اتكلم في الموضوع ده واقول لكم ايه الحكاية ونصلح الحكاية ونصحح الحكاية